ونتلقى سؤال أم رتال من الشرقية أم رتال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا لو سمحت يعني ما عايزة أسأل حضرتك على حاجة بسيطة متفضلي أنا متجوزة بقالي 8 سنين والدي متوفي واني عندي 5 سنين إخواتي بيعملوني بطريقة بصراحة مش قادرة بصفالك عاملة متجوزوني بوجه دي غصبا عني مش بقراكسي واني معايا دلوقتي أربع بنات أنت متجوزة من 8 سنين ومعاكي أربع بنات معايا مثلا مخلفة بنتي بقالها يجي شهورين أنا مجيباهم وراء بعض يعني هو ما كانتش عايزني يعني أخذ فوق يعني استراحة بالنولودة والثانية لحظة أخوة طيب وبعدين يا بنت وبقالي 8 سنين متجوزة ما شفتش يوم راحة ولا يوم عادي في حياتي بيعملني بقى صوب بقى هنا وعارف ودايما يقولي لو مش عاكبك روحي بيت أهلكه وعارف أن أهلي أسين علي وأن أنا مش هقدر أروح فأنا بصراحة يقولي مش عارف عملية فكرت كذا مرة أن أنا انتحر أسيب البيت وامسي لا أحاولي ولا قوتة إلا بني أفكر في البنات أعمل يا سيب بنات ومعرف لا ما تسبيش ولا حاجة أنا أقولك تعملي إيه دلوقتي أقولك تعملي إيه أول حاجة يا مورتال لازم بعد كده أنا عارف طبعا يبدو يبدو أن أنت خلفت الأربع بنات وراء بعض دولة لأنه كل شوية عايز ولد عايز ولد عايز ولد عايز ولد فأنت خلفت أربع بنات وإحنا ما عندناش أي شيء علمي يقول أن المرأة هي المسؤولة عن نوع الولد وحتى الأبحاث في الأغلبة بتقول أن الكلام ده تمش منها فمسألة ومسألة أن الإسرار على أن الواحد يبع عنده ولد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشخص اللي يخلف ثلاثة من البنات فيحسن تأديبهن وتربيةاتهن يكون حجابا له ومن النار فيعني أنتو عندكم سبب من أسباب دخول الجنة يعني ببشرة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأنتو عندكم نعمة يعني عندكم نعمة لاجب أن أنتو تشكروا ربنا عليها الأربع بنات اللي عندكم دول فأنتي لازم تشكروا ربنا على النعمة دي فأول حاجة بقولها لحضرتك أيها الزوج الكريم اتق الله واشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة البنات البنات تربيتهم في غاية الجمال وفي غاية اللطف وفي غاية الساعة ورزقهم واسع والله سبحانه وتعالى بيكرم معاهم جدا 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 الحاجة التانية اللي عايزة أقولها لك بقى أنت دلوقتي عندك امرأة ربنا سبحانه وتعالى جعل لك باب من أبواب الساعة والبركة أن أنت تحن عليها وتعطف عليها وتجعلها في أمانك وتحقق وصية حضرة النبي على أفضل ما يكون استوصب النساء خير عندك كنز في البيت عشان تعمل وصية حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكون موصف بإنك كريم فما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم فأنت عندك فرصة أن ربنا يعملك من باب الكرم يوسع عليك ويحسن إليك لكن أن أنت تهدد مرادك دي لحمك ودمك أنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى فأن أنت كل شوية تدخل عليها الفزع والخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه ليس من أخلاق المسلم أن يفزع أخاه فأنت مش من أخلاق المسلمين أن أنت تخوف زوجتك ولا ترعبها ولا تفضل تهددها دا مش من أخلاق ولا من محاسن الأخلاق فيا سيدي اتق الله في الأخذ خالص مش هقولك أن المجتمع هيزمك لو أنك أنت أزيتها ولا أسيت عليها أنت عندك حد لو أنك أنت أزيته حضرة النبي هيكون خصيمك وإذا أكرمته حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هتكون في جواره حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني منزلا أحسنكم أخلاق ويقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي يا أخي هتزهد في أن أنت تكون مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هتزهد يا سيدي في الخلل ربنا ما ليه لك بيتك بيه فيا سيدي اتق الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة اتق الله في أولادك وبلاش كفاياها كده كفاياها خلفة على كده وخليك مع الله سبحانه وتعالى وشوف بقى هتربوا الأولاد الأولاد اللي هم نعمة من ربنا البنات دول اللي هم نعمة من ربنا إزاي هتخليهم تعليهم أحسن تعليم وتخليهم باب من أبواب دخولك للجنة يلا توقل على الله وطيب خطر زوجتك وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع رزقك ويطيب خاطرك ويجعل ده باب من أبواب الإقبال على الله سبحانه وتعالى وعبادة ربنا الست مراتة جديدة محراب أعبد ربنا فيه ولادك دول دي نعمة اطلب وصع الرزق بإنك أنت تحسن إليهم ولئن شكرتم لأزيد أنكم ربنا إن شاء الله يبارك لك والبنات دول هيبقوا سندك وربنا سبحانه وتعالى يجعلهم باب من أبواب الخير والساعة عليك إن شاء الله